موسيقى موسيقى أكيد أن الارتفاع في تكاليف اللقين بيأثر على غالبية الشركات التي تستعمل اللقين بشكل كبير أو يستخدم اللقين بشكل 50-50 تقريباً كمثلاً ينساب أو سابك أو الإسعياجي والمجموعة السعودية في مرصة ناعدة بعض الشركات بعيدة عن إمفاكت هذا زي مثلاً شركة أفكو أو سابك المغادرات الزراعية الآن بنسبة الكيان هو مو بس فقط الارتفاع في تكاليف الإنتاج أو الفيتستوك ولكن أيضاً لاحظنا ارتفاع كبير في الديبريشياشن كأنهم الشركة رفعوا معدلات الإهلاك لهم وكمان أعتقد أيضاً أنه كان في بعض أو هذه التوقعات أنه ممكن يكون في بعض إعادة تقييم للمخزون منتجات انخفرت بحوالي 20 إلى 25% أكروس منتجات كيان أهم منتجين انخفضوا بشكل كبير وأهم منتجات كيان هي البوليكاربونت اللي انخفرت بحوالي 25% عن الربع الماضي والإمي جي الإمي جي واحد من أهم منتجات كيان وينساب وسابك أيضاً هذا انخفض بحوالي 17% عن الربع الماضي المشكلة أنه في الإمي جي بالتحديد أنه في ترند هابط من فترة طويلة يعني كل فترة بحقق مستويات أدنى لهذا المنتج بسبب أوبر سفلاي اللي جاي من مصائل المختلفة في الصين وكمان الصين هي أهم مستخدم لهذا المنتج اشتركوا في القناة